بعد أن ضيق الخناق على أعمالها التخريبية من خلال تجفيف مواردها المالية اتجهت إيران إلى تفعيل دور أكبر لها في أمريكا اللاتينية محاولة الاستمرارية في تمويل أدرعها التخريبية كان ذلك أبرز ما جاء في ندوة أقيمت في جامعة ريجينس لندن ليكشف بعض التفاصيل عما تقوم به طهران من دعم كامل لميليشيا حزب الله الإرهابية في فنزولا علاقة النظام الإيراني بميليشيا حزب الله كانت محظة اهتمام الباحثين الذين أكدوا على وجود مراكز تدريب عسكرية للميليشيات على الأراضي الفنزولية مستغلة الأحداث الداخلية التي تمر بها البلاد فضلا عن جلب الأموال الغير شرعية من تجارة المخدرات وغيرها حزب الله وإيران تواجد في فنزولا وأمريكا اللاتينية منذ عقود طويلة يقومون ببناء البنية التحتية واستخدام المدن كحقل للتهريب والآن يستغلون الموقف الفوضاوي بشكل أو بآخر ومع تغير الأوضاع يشكل ذلك لهم تهديد وسيكون من الصعب التخلص منهم حتى مع وجود حكومة جديدة إصرار النظام الإيراني على تنويع مصادر دعمه للميليشيات يأتي بعد فرض العقوبات الدولية عليه بسبب أعماله التخريبية وأنشطته الإرهابية ويبدو أن المحاولات لتقويضه وتحجيب موارده دفعته إلى عدة مناطق أخرى بحثا عن الاستمرارية مهما كانت العواقب بدر العازمية الإخبارية لندن